يا محمد يا جد الحسني أهلا وسهلا لهم صلي وسلم على سيدنا محمد الفوليزي تسعة واربع واربعين دقيقة مرحبا فاضل العريبي من قسم الرياضة مرحبا صبح نور أمين شنا حوالك إن شاء الله مولدك مبروك ومولد الناس لكل مبروك أمين يا رب العالمي شارع بالخير على الأمة الإسلامية في كل بقاع العالم كلي تعصيدة ولا مزل والله بعض العصيدة طابتة ما مكريتهش لأخير بالحق مزلت خمت بكري ما لقيت شو مع اللحدي شكاكا يظهر لي فما مرام زينة ودمدومة ونبلية بير بشتذوقنا العصيدة متاحة بشتدي بحثينا الهوني للستوديو على كل ثم زادت صورونا العصائد متاحكم مباحثوها الأنوار اللي نهبطوها على صفحاتنا الرسمية على الفيسبوك خلينا نمشيو لأخبار الرياضة ونتابعوا تقريبا كل عاد كل جماعة يظهر لي بش نتابعوا جماهير نادي الأفريقي وين وصلت وش عملت نبدأ معك به نبدأ بالوضعية الآنية والحالية لنادي الأفريقي يعني بعد ما صار تلتها الكبرى وبعد ما صار فض ثمانية نزاعة حاليا في الكنطة نادي الأفريقي يفهمة 469 مليون هذي الحدود البارح هذي بعض بعض معنتها الفلوس لغني مشيو شوف خلنا نبدأ وحنا نعاوده من اللول بالضبط فهمني من اللول نادي الأفريقي مصيرها في 17 مليار خلصت 6 مليارات ونص حاليا النادي الأفريقي مزال كنزاعات عندها لازمها مبلغ قيمته 10 مليارات ونص هذي البصيفة عامة جماهير النادي الأفريقي في حامة التبرعات اللي بدايت منهار 1 أكتوبر براتيكو معناها عامة 40 يوم لمت حتى التوى 3 مليارات ومتين وستين مليون معناها في 40 يوم جماهير النادي الأفريقي دفعت الجماعيتها 3 مليارات ومتين وستين مليون واللي هذي ديجا حاجة يعني تحييوا عليها بصراح إنور في 40 يوم 3 مليارات ومتين وستين مليون النادي الأفريقي مزال موسيل في 10 مليارات ونص تم فض ثمانية نزاعات ومزالوا النزاعات قوط الكونت حاليا مزال فيه 469 ألف دينار 469 مليون بالضبط لكن الجاي جاي فما زوز ملفات في شهر ديسمبر معناها الشهر القادم لازم من هذه الأفريقي يدفعوا اللي هو القسطة الثالث من ماتيو ريجيكي اللي هو 95.000 يورو 300 مليون هذو ما لازمهم يدفعوا في بداية شهر ديسمبر كيف كيف عنا مليار 574 مليون اللي هي قيمة عقوبة يوهانا توزجار المهاجمة السابق للنادي الأفريقي مم يعني نادي الأفريقي من هون إلى شهر ديسمبر لازم يوفر مبلغ قيمته مليار و 400 مليون هذك عليش ممكن فما دعوة للأطفالين واللي هو ما يحبوا يعملوا ديفي زوز مليارات في 24 ساعة نهار 5 ديسمبر وبدأت التحذيرات ومن فما حتى اللي يقول البونيوس هذين بتاع بتاع لاتخلولة وبدأوا يحضر هني قلت لك النادي الأفريقي حاليا لازمه مطالب من هون إلى شهر في أقصى أقصى ما يمكن ممكن ثلاثة أسابيع أربع أسابيع كأقصى تقدير يعني مليار و 400 مليون اللي هوم كما قلت لك 300 مليون الماتيورو الزيكي ومليار و 574 مليون اللي هي يوهان توزقار هوني بربي نحب نفتح قوس يوهان توزقار في الدجافة العنوان قلت لم تستحيف أفعل مشقت يوهان توزقار جي نهار 11 جوليا 2015 وكان الصفقة المرتقبة اللي تم أعلن عليها في صفحة سليم الرياحي الرئيس الأسبق للنادي الأفريقي ووقتها كيفاش ملعبي يلعب في البطولة الفرنسية يوهان توزقار تعرف قد لعب مع النادي الأفريقي ستة مباريات فقط ستة مباريات فقط سجل هدف وحيد يعني يوهان توزقار كي نحسبوله تقيقة يلعبها مع النادي الأفريقي وهو ملعبش تسعين دقيقة في ستة مات شوية يعني النجم نقوله تسعين في الخمسة لعب 450 دقيقة يوهان يوهان توزقار قد تكلفت على الكلوب وسجل هدف وحيد ياخو مليار وخمسمائة وربعة وسبعين مليون انت يوهان توزقار اللي هزيت مليول تونس وتعتبر روحك تونسي ولي انتي تونسي وصحيح عندك دوب الناشيوناليتي وصحيح اللي انتي ارفضت مثال وعتزلت لعبدوالين دارني رمان ورفضت تمثيل المنتخب الوطني تونسي لكن شنو الاحساس متاعك انتي يتصابو لك المليار وخمسمائة وربعة وسبعين مليون ويجي الفيرمون ويسئلك حتى اصحابك بينك بيروح تقول لهم منين تقول لهم من حملة التبرعات منتاع الناس الزوال اللي حبوا النادي الافريقي اما يترش يقول لك هوني ولا لا يقول لك يا فاضل انا انا جسوي مهما وما تحملش مسؤولية فشل اداري شوف وهذي مفهمة هذي نتفهمة مع ادارة هذي مو يتحملها يتحملها السيدة اللي يجيبو معناتها السليم الرياح هي ذي هذي هذي جيب معاها المليارات هذه كلها وورّتها وورّت الناس كل يسيرتو يوانتو سجار اي يعني ما تشو واحد معناتها بونتو واحد في ستة ما تشويت بونتو يكلف النادي الافريقي وجمهيرها مليار وستمية والا هكاك وجيبوا يذولي دي اغلى بونتو في العالم عبدالسلام اليونسي باش ندفع الفلوس يالي. ذهل اعقل شي تعملو انو صفقة يوان توزجار اللي انتي جبتها اللي انت تتحمل مسؤوليتها الكلمة مية بالمية كيما فرحت جامعي رندي الفريقي وهبطها انتي على الباشد اوفيسيال لهبطها في الميديا لهبطها في الباشد اوفيسيال متاع الكلوب افريكان. هبطها على الباشد متاعك. يعني حبيت تقوي الشعبية متاعك. على الاقل انك اه اتخلص يوان توزجار. وقلا زادة حتى يوان توزجار على الاقل انه يحشم شوي على روحه. لازم يحشم يحشم برشا على روحه وينقصه بكل صراحة. الناس تدفع في عشرة لاف والفين ومليون وخمسة لاف وكل قديره وقدره. وبعد انتي تلمهم في مليار وخمسمائة ولا مليار وستمائة مليون على جل هدف وحيد. وتبارك الله ماكش ناقص. فهالي اقل شي انك اه وصلت نهار لبست مريون نادي الفريقي. وصلت نهار كنت من موليد فريق باب جديد. على الاقل يوان توزجار احشم على روحك. وراي هذي ماش نجمه نقوله كيفاش نفصل لك. ماش رجلة. ماش رجلة. ماش رجلة. ماش رجلة. ماش رجلة. ماش رجلة. انت على كل. النادي الافريقي وجامهيرو. ما تخافوش. الوضعية قادة تتحسن. دي جاء من سبعتاش مليار ولا وعشرة مليارات ونص. مليار واربعمائة. ظهالك تشوف لطخة كبرى. فوق المليار. مليار واربعمائة من هون الاشهار. ظهالي لامور سالك. اه 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 ان شاء الله. اه 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 اذا وصلنا نحكيو. في فترة كيف ما هكا هاني جايك. فاضلا وصلنا نحكيو في فترة كيف ما هكا. وانه جامهير هي اللي تتحمل المسئولية كيف ما هكا سيتام موفمون. لا هو النادي. كسوة نادي الافريقي ولا اي فريق في العالم. هو ملك للجامهير. وليس ملك للشخص. لانه ما هوش لو طاب عربحي. ماذا بالنادي الافريقي. اه هو اه فريق وفريق جامعياتي مع اهداف اجتماعية ورياضية. وليس ملك جامهير. وباش يبقى من هوني الميتين ثلاثمية سنة اخرى ملك جامهير. به فما حاجة اخرى اللي البنك الوطني الفلاحي ما هوش اشهر. لكن البنك الوطني الفلاحي هو اللي موجود فيه الكونت. اللي قاعدين يصبوا فيه احباء النادي الافريقي. بيانا. اي? عندي فكرة وتابعني شوي. هذي اسمع. اه نحبو اللي بربي اللي اسمعو فيا وجامهير نادي الافريقي حتى الجامهير الرياضية. شوف الفاضل العريبي عمل عملية حسابية وخلق فورميل. اه ناجم يطالب بها الجمهور روه. فاضل يا فاضل شوف اه اي بنك ولا اي مؤسسة لازل تقوم بالاستشار وبالاشهار بي. اسبوت اه في التلفز يتكلف بين خمسة وثمانية ملايين. هذي روك يقولوا بين خمسة وثمانية ملايين روه. المرة الوحيدة. المرة الوحيدة اي. المرة الوحيدة. بين خمسة وثمانية ملايين. اي? في المجلة يتكلف بين مليون ونص واربعة ملايين. في الجريدة بين خمسمية ومليون ونص. اي? وفي المعالقات الشهرية اللي في اثنية هذوكم. لبانو. النهار بثمانمائة دينا. اي. ظهر لي البنك الوطني الفلاحي. مطالب على الاقل لنا حسب رأي بعد ما يعمل بتاعه في شهر ديسمبر. وشوف اك السيولة اللي صارت والحركة المالية. والديفيز اللي صارت. والحركة الاشهرية. والحركة الاشهرية. على الاقل. على الاقل مطالب ضخل زوز وقالة مليار ونص. هذي كنا نعمل عملية حسابية صغيرة. حتي اللي ما يعرفوش حتي اللي ما مشالوش حتي اللي بعمر ما مشالو. ولا يسمع به. ولا يعرفو. جما يلي النادي الافريقي اللي يكون عنده قاند في بانكة منافسة يوري يقول نمشي البنك الوطني الفلاحي لانه هي عاونة جمعية. دونك انت يا سيد البنك الوطني الفلاحي. اللي هو مؤسس يعني. هاي. ذهال لي قمت باشها ويعطيك الصحة. معناه يعطيك الصحة الساعة اللي وقفته وعطيت القارض وكل. لكن في نفس الوقت. ايه بضمانات. ايه بضمانات. ايه. لكن هو المستفيد. وليس النادي الافريقي هو المستفيد. لذلك احنا كي نحسبه في 365 يوم في الخمسة ملاينا. اللي هو كل يوم ركو. لا يعمل في جريدة لا في معلقة اشهرية لا في حدا شي. يعني ذهالي انت كي تشوف البيوتجين بتاع البنك الوطني الفلاح. ايه. في الاشهار عام كامل ممكن يسر يصرف على اقل زوز مليارات. ذهالي انت جاتك بيبليسيتي تنجم تعيشك عشرة سنين اخرى وتصرف ومصرفت حد شيء معنا. مم. ذهالي في الوضعية هذية. حتى هو نفو ديجيتال. ايه هو ديجيتال المهم جدا وانو راو شي كبير. ايه. في الوضعية هذية في الوضعية هذية في الوضعية ه مازال فيه عشرة مليارات ونص. النادي الافريقي مطالب بهم. ومازال مليار واربعمائة لازمو يدفعو في شهر ديسمبر. على الاقل البنك الوطني الفلاحي لازمو. يتحمل جزواء. يتحمل. ومش مزيه راوة. ايه. 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 خطر راوة. اوني فود لكمنيكاسيون. شوش خطلك انا كنت اسميلك في ارقام. معنا. ربي اذا عود ذكرني بالارقام يا فاضل مهمة راوة. في التنبزة. بين خمسة وثمانية ملايين سبوت مرة واحدة. معنا ينجا مرتين ثلاثة تتكلف له عشرين مليون في النهار. ايه. في المجلة بين مليون ونص والاربعة ملايين. ايه. في الجريدة بين خمسمية ومليون ونص. ايه. هما ظهالي في الجريدة كي نحسبوه على مليون ناخده وليه. اذوما ثلاثمية وخمسة وستي مليون. هذوما. اذوما في جريدة. والا فهمت. على كله. في المعبطات اشهرية النهار بثمانمائة دينا. لا. والكون اللي يوصلها معنتها يوصلها البيانالة يميتها ذيما جميع الفريقي. والحقيقة انتي هكا والله اسبقتني. انا نستنى هكا بين وبين روحي. هم. كاسيب بوخطوغ ولا اللي تحب انتي. اه نستنى ووقتيش بالبنك المعنية البيانالة تعمل جيست. انا يقول لك. اه هي مازلت ما عملتش. لكن. من لزمها طعم. لكن انا نطالب بها. من المنبر هذي. اه اي. من المنبر هذي. من المنبر هذي انا نطالب بها. كيف كيف? يوهان توزجار ونسكر القوس. احشم على روحك واقل شي. ما تسمحش في كل شي. اما تسمح في جزء كبير ويوهان ويجزء هذية. العظموا يدفعوا النادي اسليم ال الرياحي. ولم تجمهير النادي الافريقي. وحرم عليك ايهون توزجار. انك تاخو مليار ونص. على 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 bananas على الستة وطعمو Beginning Withgeben Hollywood. ويتلموا بال 5,000 والعشر الاف. ونسكروا. الف conquer القوس. اليوم كيما عم ناول 9 نوفمبر 2018 الترجي رياضي بطل افريقي الناس كل يتفكروا اضربية بادرية معنى الفينان كذاك شوف الترجي بعد بين 9 نوفمبر 2018 و 9 نوفمبر 2019 الترجي عاودي هس شامبيانز ليغ اخرى كونتر ثاني على توالي الترجي قاعد يحضر باش يشارك في كأس العالم الانديا الترجي بطل تونس الترجي حاليا مترجح في البطولة العربية موجود في التشامبيانز ليغ هاشي بخطات ثبتة هالي هوني كي تكون فهمة ادارة حازمة كي تكون كيف كيف افكتيف ريش لانو مسهل انك تتسلم في 4 او 5 ركايز فرنكوم سعد بقير غيلان الشعلالي يعني براتيكما وسط ترجي جديد براتيكما كيف كيف يوسف البلالي ولعب بقيمة يوسف البلالي يخرج مترجي وما تحسش به هوني تشوف شوف حسن التدابير وظهر لي ماذا بينا لو كان جمعية رياضية كلها ومش رمي ورود للترجي ولا حتى شي انهم على الاقل يقوموا بتخطيط وتكون عندهم ادارة حازمة تعرف كيف تتصرف الازمات تعرف وقتاش تتكلم ووقتاش لا هذايا كل عام وملعبية الترجي بقى الفخير خاصة انهم عندهم ذكرى حلوة وانا نعرفها يعني سيرتو التوانسة كل يعرفوها بصوت عصام الشوالي زمينا نواجهوله والتاحية وانا اضرب يا بادري اضرب يا بادري واضرب يا بادري يعني سيرتو بعد المظرم اللي صار لها في برج العرب وكيفاش عبيدة الشارف الحكم الجزائري والفار والشي اللي صار والفار هو سلاح ذو حداي ولكن بعد ترجي عمر يوموتاد ويربح تفى بلاش يربح غول افريقيا غول افريقيا يربح زعيم القارن هذه القارنة الاهلية المصري ومساهل انك تربح الاهلية المصري تفى هدف مقابل سفر على كله هو معناتها انا زادا حب نزيد ثم المجهود اللي قاعد قوم به لادارة الترجي الذي توسي لانه لازم نبنيه فريق عنده استراتيجية عنده استراتيجية وعنده رؤية مستقبلية وعنده اهداف يخدم عليها وانا نشوف في الترجي ممكن ياسر هو الفريق التونسي الاقرب باش يكون في المستقبل فريق ضوطابع ربحي فريق يعني كشركة وليس كجمعية بضبط هالين نمشيو نسكروا بالكابون عن ابناتنا سيدات الامال الرياضي بالوطن القبلي قاعدين يعملوا في باهية في المغرب ديجا نقولوا نابل نقولوا الباسكيت ظهر لي ماش بعيد علينا يعني ومن عادات النوابلية انهم يكونوا تكنيسة ويكونوا يحبوا كرة السلة الامال الرياضي بالوطن القبلي يواجه نادي حسين ندايا الجزائري سيدات نادي حسين ندايا الجزائري بداية من ماذي ساعة مطلقايا لمباراة ينوابلية نجمو تفرجوا فيها بداية من ماذي ساعة كما قلنا على قناة دبي سبور ثلاثة ظهر لي نجمو نقولوا بنسبة كبيرة فريقنا فريق الامال الرياضي بالوطن القبلي باش يكون هو المتأهل ويكون موجود في نصف النهائي إن شاء الله وبالنسبة لسيدات الامال الرياضي بالوطن القبلي راو باش نكون واضحين مع تعزيزات بما انه قاموا بانتداب زوز فتيات من الولايات المتحدة الامريكية كيف كيف وبراتيكمون اكيب ناسيونال تكوير في الامال الرياضي بالوطن القبلي دونك من ارضاو كان بالتيتر ومنطوة ومانيش نسعبها عليكم مانيش نهز في البارة لكن إن شاء الله تجيبونا التيتر وتكونوا موجودين هون في استوديو ونفرحوا بكم ونعملوا احتفالية كبيرة إن شاء الله يا ربي هذا ربي وفقهم بناتنا بنات الكابون ماضي ساعة بتاع النهار مع ابنة زيرية إن شاء الله على دبي سبورت ليثا إن شاء الله على دبي سبورت ليثا بشكل المباراة منقولة نتمنى والتوفيق لهم شكرا لك فضل عريبي